موسيقى دعها 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 وباقد الحنا بإنه زنايل لعلى شئ بسرق وأهلا رأيتها? ورأيتها؟ اشرب يهيمة وأربعة الليل الليل كان وسرور معمول مجمعنا واجب فيها هينة اكتب لأنا بحبك حب أحببوش رجل لرجل قبليك إيه الليلة دي؟ بتحبب تعوني يا رجل؟ إيه الليلة دي؟ الحمد لله ألا 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 انت ليه في سن المعشات ده؟ لا أنا لايه في فلوس المعشات اتنا بقى كده شوية لأن الشكل السنرة جمز سنرة اللي تلمز عمي كبداكي دي لو السنرة جمزت فيها تموت ده حلوة يا أحبار اللي زي دي تزبطها في أول أسبوع تتجوزها في الثاني وتموت في الثالث تورس انت في الرابع معروفة أيوة يا صاحبي بس عزرائيل مش بنية وما حدش دام الميت بيجوين قبل مين مش شك تبقى معمرة وبتضرب بالرقلي الولية دي؟ ساعتها تشرق انت الأول وتبقى ليلتنا بطير ساعتها بقى شهيد واحتسب شهيد معروفة برضو طيب أنا روح أتبقى بقى عليها ورجعلكم ولو مرجعتش تبقى ليلة تزبطة ماشي خلاف يا هين خلاف يا هين وفر الكوس تالتيتا الليلة دي حبيبي أتبقى شطرة وشطورة على فكرة أنا معجب بحضرتك جدا 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 مش حضرتك نيكول سابة برضو في واحدة بورا سنواصل رابطوا لعندها مع دم حضرتك خليك تفضي فضل ما بتردش عليها ليه؟ أبدا مشغول زي ما تشايف ما بتكلمش عليها دلوقتي ليه من ساعة ما كنا مع بعض ما بتردش عليها؟ ما كنتش عارف هرد أقول إيه أو حتى ممكن نتكلم فيه ايه ما فيش أي حاجة تجمعنا ممكن نتكلم فيها؟ أنا فكرت كتير قوي يا سارة وللأسف قلت إنها ما فيش غريبة يعني قبل الليلة دي كان فيه كلام كتير الفترة اللي إحنا كنا بمتقابل فيها دي يا سارة أنا ما كنتش أنا كنت إنسان تاني بس عشان أكون صريح معك أنت كان لكي فضل كبير جدا علي في إن أنا أتخطى للمرحلة دي سلمة يعني بالعكس أنا شايف إنها إيد قوية المادة اللي واحد كان بيغرق وخرجتها الشبط فأول حاجة يعملها بعد ما يطلع إنه يسيبها ويمشي مش كده؟ بس إحنا يا سارة مش شابها بعض حتى المكان اللي إحنا تقابلنا فيه مش بتاعي أنا أصلا ما بشابش الليلة اللي إحنا قضيناها مع بعض أنا مش فاكر منها أي حاجة زي ما كنت إنسان تاني بس تعرف يا سارة الليلة دي كانت مهمة جدا جدا بالنسبة لي لأن تعلمت فيها حاجات مهمة قوية عن نفسي أهمها إن أنا إنسان ضعيف وأنا بفتح باب الفيلا عندك عشان أخرج قررت إن أنا مش هبقى ضعيف تاني هقفل صفحة مجوان غفت صفحة جديدة تب تتعامل معي على إني إيه يا نادر؟ شايفني إزاي؟ أنا شايف إن أنت من أكتر الشخصيات المحترمة اللي أنا تعرفت عليها بحياتي سانة واضحة وصريحة لا بتلفي ولا بتدوري مش عايزة تخدعي حد بس زي ما تقولي الوقت اللي إحنا عرفنا بعض فيه يمكن هو ده الوقت الغلط لو كنا تقابلنا قبل كده بشوية أو بعد كده بشوية الوضع كان هيختلف بطبيعة الحال لكن برضو إنتي علمتيني حاجات مهمة جدا على سبيل المثال إن أنا مش ممكن أصد في حد تاني مية في المية يعني إيه بس مش عشرة في المية ممكن أكتر شوية إنت عرف إن إنت الوحيد اللي ما طبقتش مع النظرية دي من ساعة ما فكرت فيها؟ يعني كنت حاسة إن ممكن يكون في حاجة بيننا أكبر من اللي حصلت خسارة اللي حصل بيننا أكبر من اللي ممكن كان يحصل يا سارة أنا شخصيا لحد ما موت إنتي هتفضلي معلمة جواي عمري في حتي معنساكي ولو إحتاجتيني في أي وقت في أي حاجة أنا دايما موجود وطاحت عمرك سارة مش عارف أنا إيه اللي عاجبك في البيت التمرجية دي؟ ياما دي بيت الجدعة يا أمي ومشوفش مينها حاجة وحشة وعلى فكرة بقى أنا عملت مشكلة ما بينها وما بين أخوها يا ودهو أنا لما جاء أفرح بيت أفرح بيت في واحدة رايحة جاية طول الليل يوم تقول لك أنا راجعة من النباش الجية واليوم التاني تقول لك أنا بيتها كنت في المشتشفى يا أختي راح أفان يا بيتي يا كوريا في نصص الليالي يا بيت لا إله إلا الله وانت مالك يا موسوك مخنوق خرج أفك عن نفسي شوي طال عشان مش شوي تهو نضيف مدل الكاتمة اللي واحد فيه خلاص الحق علي اللي خايف عليك للحديث دي اختفوكي ايه يا أم ده؟ ليه كده يا أم؟ راح بنا وعلها يا كوريا خد يا كوريا راح فينا يا كوريا معلش يا سوك سيبني وانا بخرج لوحدة بقول لك يا كوريا مش هنفع تسيبك لوحدة يكتمش بالليل وعلى فكرة بقى الهم ما نفعش حد يشول لوحده وانا أخوك يا بيت الهم ما بو اتنين شولو اتنين وعلى رأي المثل ينفرقيني السبوع أنا ما أخدتش ايوه يا كوريا ايوه كده ايه سوسو؟ حدا اندى عليك ياندى عليك تسيبيني وتمشي انا حاسبت بتاكس طبي حبيب تعالي cry طبي حبيب تعالي اناeh حاسبت بتاكس تعالى 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 فيروس التاع ايه دا عافية ايه دا هو? هو فين العرش؟ انا عندي مرتبة جوا بنروح لي مرتبة يا أمّا أين العفش؟ أسألنا نحن مش كركبة كركبة إيه ومرتبة إيه ونيلة إيه إحنا فين لمؤخص إيه ده دي شقاتك دي ولا ده إيه لا دي بتاعت ابني وهو في أمريكا وسيبهالك سيبهالك من غير عفش تعالي بس لا دي العفش منتها شغل نفسك دي تعالي بس هقولي هتقولي لي إيه معلش أصلا أنا بس في حاجة بيني وبين العفش أين العفش؟ هي كان فيها عفش أعيو وأنا بعتم عشان أصرف لأن الفلوس الإبني اللي بيبعت هالك أيوة ما بتكفيش الشربوه صحيح تعالي لا استاني بس استاني بس أنا نسيت البتاع التحت أنا هنزل بقى جيب سجال لأن أنا معيش ولاعه عشان فقط هقولك يا سوس والله يا سوس دي قتنوا هتلعلك عطوم هتكشكوا قريب هتكشكوا قريب بس يا كوريا قريب صاحبي وأنا عارفه كويس أي نعم هو مجنون مو بيحبش إلى نفسه ورايحة منه بس يا بنت الحلالة ما كانش جالك كافر وقالك كلمتين دور كنت أقولك لأ من الآخر إبراهيم عايز يتير ما بقاش حد لي حاجة عنده أنا عايزك بقى جيبه وتد وتربطيه وما تسيبهوش وهو من اللي عنده تقطن لنفسه عشان يجيبه لأ البراهيم يجري وراي منه وش ماء يا سوك أنا بنت يا جدعان أنا بنت بنت ايه ما يقرون كل شكل ده مجوية حتة عائلة صغيرة لسه بدفاي عايزة اللي ياخدها في حضنه ليه طبطب عليها اللي قولها كلام حلو من اللي بتقولولي البنات ده أي حاجة ممممممممممم